السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية اصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما يقضي بنزع ملكية خمسة بقع ارضية من اجل المنفعة العامة وذلك بغرض بناء المسبح الكبر للرباط واوضح مرسوم العثماني انه بناء على القانون سبعة واحد وثمانون المتعلق بنزع ملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم واحد واحد وثمانون مائتين واربعة وخمسون بتاريخ ستمايه الف وتسعمائة واثنان وثمانون وايضا مرسوم تطبيق ظاهر نزع الملكية والبحث الاذاري الذي اجري من خمسة عشر فبراير الى غاية تسعة عشر ابريل الفين وسبعة عشر وباقتراح من وزير المالية واستشارة وزير الداخلية اعلن ان المنفعة العامة تقضي باحداث المسبح الكبر للرباط واضافت المصدر انه تبع لذلك تنزع ملكية القطع الارضي المبنية في الجدول الملحق بمرسوم المنشور في العدد الاخير الجريدة الرسمية شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان